دررٌ فقهية من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها ولكن لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وعليه أن يستمع لقراءة إمامه ولا يشرع تكرار الفاتحة في القيام الواحد من غير سبب والتأمين بعد قراءة الفاتحة سنة مؤكدة يسر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية ويؤمن فيها مع الإمام ويسن قراءة سورة من القرآن بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات وبالنسبة لمقدار القراءة في الصلوات الخمس فمن السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر أما صلاة الظهر فمن أهل العلم من قال يقرأ فيها بأوساط المفصل ومنهم من قال يقرأ فيها بطوال المفصل والمفصل في القرآن هو من سورة قاف إلى آخر المصحف ومن السنة أيضا القراءة بأوساط المفصل في صلاة العصر وبقصار المفصل في صلاة المغرب وبأوساط المفصل في صلاة العشاء ترجمة نانسي قنقر